كم على مدى ساعتين اثنتين عدد من الملفات ونبدأ ساعتنا الأولى من الحر الليلة من القصف الإيراني على مواقع في كل من العراق وسوريا وأصدى مخاوف من تصاعد الصراع الذي امتد لمناطق في الشرق الأوسط وفي ظل دخول حلفاء إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن في الصراع قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ باليستية ما زعم أنها مراكز تجسس وأهداف لجماعات وصفها بالإرهابية والمناهضة لإيران في العراق وسوريا الأمر الذي أثار حافظة تلك الدول وخلف ردود فعل دولية غاضبة فما هي الأماكن الذي استهدفها الحرس الثوري الإيراني في كل من العراق وسوريا وماذا خلفت من أضرار وما هي أبرز ردود الفعل المحلية والدولية عليها الحرس الثوري الإيراني قال إنه دمر أحد المقرات التي زعم أنها تجسسية وتابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد في إقليم كردستان العراق وفق البيان وكالة رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر أمنية قولها إن دوي انفجارات سمع صوتها أيضا في منطقة تبعد نحو 40 كيلو مترا عن مدينة أربيل في منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية ومن مساكن مدنية مأهولة بالسكان وفدت المصادر كذلك بأن مطار أربيل وقاعدة حرير العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي تعرضت هي أيضا لهجوم صاروخي إيراني عقب سماع دوي ثمانية انفجارات كبيرة في محافظة أربيل مجلس أمن إقليم كردستان نفى بشكل قاطع وجود أي مبان أو مؤسسات تابعة للموساد الإسرائيلي في مناطق الإقليم مؤكدا أن القصف الإيراني بالصواريخ الباليستية استادف مبان سكنية مأهولة وتسبب بمقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين بجانب إلحاق أضرار مدية بالمكان الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية على إقليم كردستان العراق خلف ردود فعل غاضبة حيث استدعت الخارجية العراقية سفيرها لدى طهران للتشاور كما وصف رئيس الإقليم مسرور بارزاني الهجوم بالجبان داعيا الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ موقف ضد ما وصفه بالانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإقليم كردستان من جاته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن واشنطن تعارض الضربات الصاروخية الإيرانية التي وصفها بالمتهورة والتي قال إنها تقوض استقرار العراق في ذات السياق أعلن الحرس ثوري الإيراني استهداف قيادات وتجمعات وصفها بالإرهابية في سوريا يقول إنها مسؤولة عن التخطيط لهجوم كارمان في إيران الذي راح ضحيته نحو مئة قتيل فيما أكدت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة السورية أن إيران أطلقت عدة صواريخ على مناطق مدنية في شمال غرب سوريا مئة المتظاهرين كانوا حاضرين قبل قليل في هذا المكان للتعبير عن تنديدهم بالهجمات التي تعرضت لها مدينة أربيل ليلة الأمس والتي أودت بحيات عدد من المدنيين على حكومة العراقية أن يكون له موقف صارم على هذه الهجمات نطالب من الحكومة الاتحادية يعني يحدد الحدوث للدول الأقليم الجوار المواقف الشعبية سبقتها مواقف رسمية من حكومة إقليم كرلستان العراق وأخرى من الحكومة العراقية فقد دعا رئيس وزراء إقليم كرلستان العراق مسرور بارزاني الحكومة العراقية لاتخاذ موقف صارم إزاء هذه الاعتداءات أدين بشدة هذه الجريمة ضد شعب كرلستان وأدو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء هذا الانتهاك لسيادة العراق وخصوصا إقليم كرلستان على الصعيد الدولي عبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق إلينا رومانسكي عن إدانتها لهذه الهجمات التي وصفتها بالمتهورة عادة إياها انتهاكا صارخا لسيادة العراق من جانبه أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي وبعد زيارته مواقع سقوط صواريخ أن الحديث عن استهداف إيران مركزا للموساد في أربيل لا أساس له من الصحة إلى ذلك يرى مراقبون للشأن الأمني أن إيران ومن خلال هذه الهجمات تدفع نحو توسيع نطاق الحرب إيران بهذه الأفعال أتصور بأنها تنتهك السيادة الوطنية العراقية تعتدي على العراق بأعمال إرهابية تحرج الحكومة العراقية وفي ذات الوقت هي تدفع إلى توسع نطاق الحرب وكانت أربيل قد تعرضت منتصف الليلة الماضية إلى هجوم بالصواريخ الباليستية تبناه الحرس التوني الإيراني طال عدة مواقع في المدينة مقتل أربعة مواطنين من بينهم أفراد ينتمون لعائلة واحدة فضلا عن جرح ما لا يقل عن ستة آخرين حصيلة الهجوب الصاروخية الذي تعرضت له مدينة أربيل ليلة الأمس ضيعة محمد الحرة أربيل لمناقشة هذا الموضوع ينضم علينا من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية دكتور حسين علاوي أهلا مرحبا بك معنا دكتور علاوي المواقف الرسمية العراقية توالت إن كانت من بغداد في المركز أو حتى في إقليم كردستان وهي نددت جميعها بهذا العدوان والضربات الإيرانية في إقليم كردستان واعتبرت هذه التصريحات هذه الهجمات اعتداء صارخ على العراق انتهاك لسيادته وسلامة مواطنه ووحدة أراضيه سؤال لك سيد علاوي هل يمكن للعراق أن يتجاوز حاجز الشجب والإدانة إلى ما دون ذلك؟ مساء الخير عليك أستاذ محمد ومساء الخير على المشاهدين الكرام أكيد الحكومة العراقية برئاسة أستاذ محمد الشاعي السوداني قد عملت وتعمل الآن على إدارة هذه الأزمة الكبرى التي ليست سهلة على البلاد بأن تقصب بصواريخ باليستية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق العزيز حقيقة والذي ذهب ضحية هذا الاستهداف حقيقة عائلة عراقية من كردستان العراق وأطفال وكذلك جرحة وهذا بالتالي تحدي كبير وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية العراقية وبالفعل هناك خطوات دبلوماسية وهناك خطوات قانونية وكان هناك عمل من قبل وزارة الخارجية العراقية على استدعاء القام بالأعمال الإيراني وتسليمه مذكرة تنديد كاملة بهذا الاعتداء السافر وكذلك بالمقابل هناك استدعاء للسفير العراقي في طهران إلى العاصمة بغداد والتشاور معه وكذلك بالمقابل هناك الفريق الذي ذهب برئاسة مستشار الأمن القوم مثلما ذكرت حضرتك وإطلاعها على موقع الحادث والجريمة النكراء حقيقة وكذلك جمع الأدلة الخاصة بعملية الاستهداف وتقديم تقرير خلال 48 ساعة على السيد رئيس وزراء الإستاني محمد الشيح السوداني بعد أمره لعملية تشكيل هذه اللجنة التي تشكلت من عدد من الأجهزة الاستخبارية والأمنية وكذلك من الأجهزة الأمنية في أقليم كردستان وهذا بالتالي سيعطي المسار العراقي نحو الذهاب نحو مجلس الأمن وخيارات أخرى قد توضع أمام سيد رئيس وزراء الإستاني محمد الشيح السوداني لكن هناك تركيز على الجانب الدبلوماسي الجانب القانوني كون هذه الهجمات قد انتهكت الحقوق القانونية للدولة العراقية في حماية السيارة الوطنية وكذلك بالمقابل هذا انتهاك لمبدأ حسن الجوار والذي هو واحد من المبادئ العامة التي تأثرت بها الآن العلاقات العراقية الإيرانية وكذلك المسار الآخر والسعاء الغير صحيح والذي تقصد أن العراق وقيل أنه كان مبرر بعملية السيدارة ستذهب إلى ما هو أبعد من الشجب والإدانة وستتخذ مجموعة من الخطوات والتدابير حتى قضائيا والتوجه لمجلس الأمن الدولي ولكن هنا حكومة أيضا الإقليم طالبت المركز وحكومة الاتحادية في بغداد بأن تأخذ موقف أكثر صرامة هل هذا يعني بأن العراق بالفعل سيكون له موقف جدي فعلي وإلى أي حد سيؤثر ذلك على العلاقات بين بغداد وطهران برأيك يعني موقف الحكومة العراقية برئاسة الأستاذ محمد الشيعة السوداني هو موقف قوي مقارنة بالحكومات السابقة عندما حدثت هناك انتهاكات من قبل الجانب الإيراني أو الجانب كذلك التركي أو جوانب لدول أخرى كانت حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي أشارت بصورة واضحة جدا الآن في لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي باللقاء بسيد رئيس وزراء في منتدى دافوس إن هناك دعم لمسار دعم العراق في هذا المسار الأساسي وهو امتثال البيئة الإقليمية والدولية إلى حالة العراق التي تحتاج إلى دعم كبير وهذا ما لاحظناه بالمساندة كبيرة من شركانه وحلفانه في هذا المسار الذي أشار بصورة واضحة جدا إلى أن هناك وقوف مع العراق وتنديج بهذا العدوان وكذلك بالمقابل دعم لكل خطوات العراق في هذا الاتجاه وهذا بالتالي هو المسار الأساسي ما يهم الآن الرئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيح السوداني هو أن لا تتكرر هذه الهجمات على الأراضي العراقية وأن يتم الاعتداء على السيادة الوطنية وتهديد أمن واستقرار العراق وأمن المواطنين الأبرياء العزل ما يهم كذلك بالمقابل هو الحفاظ على الدولة العراقية من عدم الانزلاق بهذا الصراع الأقليمي المفتوح حقيقة في المنطقة والذي يراد للعراق الآن أن ينزلق به كذلك يراد أن نمضي بخطوات التنمية والعمار وهذا ما شاهدناه قبل الشركات العالمية على اللقاء بالسيد رئيس وزراء في منتدى دافوز و57 شركة في قطاع الطاقة والبنى التحتية وكذلك بالمقابل القطاع المصرفي والمالي هم مهتمون جدا بالعمل في العراق يعني باعتقادك إلى أي حد يمكن لهذه الهجمات وهي ليست الأولى الإيرانية في شمال العراق أن تهدد هذه العلاقة بين بغداد وطهران الذي يصفها البعض بأنها علاقة خاصة يعني أكيد العلاقات ستتأثر في إطار هذا المسار وفي إطار كذلك مسار الحكومة العراقية في إدارة هذه الأزمة وإدارة هذه القضية التي أصبحت الآن قضية أمام الدولة العراقية مطروحة وهناك رأي عام اجتماعي وشعبي يدعم اتجاهات الحكومة العراقية في اتخاذ خياراتها وقراراتها بخصوص هذه الأزمة وإدارتها وكذلك بالمقابل المسار الأساسي وهو قضية انتهاك السيادة الوطنية العراقية وتكرار هذا خلال المستقبل هذا ما يعتمد على الإجراءات السياسية والدبلوماسية التي ستقوم بها الحكومة العراقية وتؤكد على الحفاظ على المصالح الوطنية العراقية وحماية وصيانة الأمن القوم العراقي جئت على ذكر الضربات أيضا التركية لشمال العراق إلى أي حد هنا يمكن للحكومة في بغداد أن تنسق بالشكل المطلوب مع الحكومة في الإقليم لصد هذه الهجمات إن كانت من جانب إيران أو حتى من جانب تركيا والمتكررة على الإقليم شمال العراق يعني هذا سؤال مهم جدا نحن أزلنا الظروف التي ولدت هذه الهجمات على الخط الحدودي العراقي التركي أو العراقي الإيراني على مدى أربعين سنة وهو كانت شروع كبير لحكومة الإستاذ محمد شاع السوداني في عودة المخافر الحدودية وفي عودة قوات حرس الحدود العراقية الاتحادية وكذلك تعاونها مع حكومة تقليم كردستان وتعاون الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم باتجاه رفع العلم العراقي الاتحادي وكذلك تواجد قوات حرس الحدود على الشريط الحدودي وعملية تفكيك هذا الإرث الذي تشكل على مدى أربعين سنة على الشريط الحدودي العراقي التركيا والعراقي الإيراني وهذا بالتالي يجعل مساعي العراق في السيطرة على حدوده وجعل هذه الحدود آمنة وتشفيف منابع حركة هذه الأطراف المسلحة التي كانت تستثمر سواء من قبل المعارضة التركية أو المعارضة الإيرانية وهناك عملية سيطرة على هذا الملف فيما يخص الجانب المعارضة الإيرانية وكان هناك تقدم كبير وكان هناك لجنة مشتركة وصلت إلى بغداد قبل أيام حقيقة والتقت بمستشارية الأمن القومي واللجنة العليا المشكلة من قبل السيد رئيس وزرافية هذا المسار وكذلك هناك تفاوض ومسارات للحوار مع الجانب التركي كذلك فيما يخص قضية البككة وتحدياته أمام الأمن القومي العراقي وكذلك انعكاساته على الأمن الأقليمي في المنطقة وبالتالي هناك خطوات كبيرة تقوم بها الحكومة العراقية في استعادة تعافي الدولة العراقية وفي استعادة قدرة الدولة العراقية على عملية فرض القانون على إدارة السيادة الوطنية وكذلك على عملية مواجهة هذه التحديات التي ورثناها ليس فقط من الحكومات السابقة وإنما من الأنظمة السابقة التي أدارت الدولة العراقية وهذا بالتالي مسار تقوم مرتزمة بالحكومة العراقية لاستعادة السيادة الوطنية العراقية بصورة تامة وتعزيزها وتعزيز كذلك عملية فرض القانون على هذه الحدل حتى لا نعطي مبرر لأي طرف يستثمر أو يستغل أو يقدم أحجيات تساعد بعملية القصف للأراضي العراقية وتهدد مواطنين الأبرياء العزل في مساكنهم في منازلهم وبالتالي لا نعيد هذه الأيام التي مرت اليوم فجرا حقيقة وجعلت هناك تحدي كبير أمام المواطنين العراقين سواء في قليل كردستان أو في أي محافظة عراقية أخرى نعم من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الأمنية دكتور حسين علاوي شكرا جزيلا لك وللمزيد ينضم علينا الآن من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صدقيان وينضم علينا من السليمانية المستشار السياسي لبرلماني إقليم كردستان محمود خشنا وأهلا ومرحبا بكما أبدأ معك من السليمانية سيد محمود نعلم جميعا بأن السلطات في إقليم كردستان أنكرت وجود مثل هذه المقرات قالت إيران أنها مقرات للتجسس موساد إسرائيلية في الإقليم لماذا باعتقادكم تم استهداف هذا المكان من قبل إيران وإسقاط هؤلاء الضحايا المدنيين بدأ ندعني أحييك وضيف ومشاهدي الفرة طبعا يبدو بأن العراق أصبح مطرحا باعتداءات الدول بين الخين والآخر وانتهاء سيادته أصبح ظاهرة وتجاوزت الحالات وهذا ما يؤلم العراقيين جميعا سواء كانوا في إقليم كردستان وفي المحافظات العراقية الأخرى قضية استهداف المنشاطات المعادية كما سمتها الجمهورية الإسلامية نعتقد بأنها لم تقلقها مفعول سياسي ومفعول مقارنة بالقانون الدولي مقارنة بالمبادئ حس الجوار مقاورة مقارنة بالعلاقة الوطيدة بين شعب أقليم كردستان والجمهور الإسلامية على مدى عقود بن الزمن هذه المبادئ الموجودة بين الطرفين وعلى المستوى الاتحادي أيضا لدينا علاقات وطيدة لكن لم تحترم مبادئ حس الجوار لم يتم احترام فيها القانون الدولي ولا هذه العلاقات القديمة الجديدة عموما ما حدث يوم أمس وليس جديد حدث قبل عامين أيضا أمر على شكل يوم أمس واستهداف أيضا مقر آخر ومنزل آخر لأحد التدار في أربيل ونعتقد بأن الخيار العسكري ليس خيارا مطروحا لدى يقليم كردستان والجمهور العراقية ولكن إيران عندما تطرح هذا الخيار ربما سينعكس ذلك على أدائها السياسي سينعكس ذلك على أدائها الدبلوماسي وعلى علاقاتها مع العراق ولذلك سيكون نعكسات سلبية على الجمهور الإسلامية لذلك أنا أعتقد بأن إذا أرادت إيران أن توضح للقيادة السياسية في الأقليمة والقيادة السياسية في العراق في صورة عامة بأن هناك مراكز تهدد أمنها كما فعلنا ذلك في مناطق الفدودية ومع ما يسمى المعارضة الإيرانية ونحن اتخذنا إجراءات مع الدولة الاتحادية مع السلطة الاتحادية من أجل التواصل مع اتفاقهم مع الجمهور الإسلامية لكن مع إخبام الخيار العسكري دون العودة إلى قنوات الدبلوماسية دون العودة للحوار المباشر مع القيادة في الإقليمة والقيادة في بغداد ربما يعطي مؤشرا بأن إيران تخطو خطوات غير سليمة وهذه الخطوات تؤثر على الأمن والسلم الإقليمي وتؤثر على العلاقة بين الطرفين هناك تبادل تجاري على مستوى كبير بين إيران والعراق وبين إيران وإقليم كردستان وهناك أمور كثيرة وهناك مشتركات كثيرة بين الطرفين لذلك اتخاذ خير العسكري بهذه الطريقة وبهذه الخطوات وتأثير وكما أسف تهديد السلم والأمن المجتمعي في الإقليم وفي العراق وفي المنطقة أيضا طبما سنعكس ذلك على إيران لذلك أنا أعتقد بأن على إيران أن تتخذ خطوات طبعا اتخذت خطوات غير سليمة أولا وليس مقارنة مع إقليم كردستان ومقارنة مع الدولة العراقية العراق يمر من محر التحافي إقليم كردستان ينتظر من دول الجوار بميعا إيران وتركيا أن يحترموا سيادة العراق ويحترموا الإقليم وأن تتخذوا الخيارات كما أضح الخيارات الصحيحة التي تتطابق مع المعايير الدولية تتطابق مع البادر حسن الجوار تتطابق مع القانون الدولي صابق مع قانون الإنساني حتى الدولي أيضا. لكن هذه الانتراعات التي تستخدمها بالحين والآخر. سيد خوش ناو. معها وتؤثر على حالة الأمن والسلم والمجتمع. سيد صدقيان من طهران. بناء على ذلك. إيران لماذا قامت بما قامت به في إقليم كردستان. والذي لاقت في المقابل تنديدات محلية. وحتى دولية اعتبرت ذلك انتهاك لسيادة العراق ووحدة أراضيه. وحتى تهديد لسلامة مواطنيه. في الوقت الذي أنكرت فيه العراق وكردستان ما ذهبت إليه إيران من وجود مقرات لإسرائيل هناك. تحية لك محمد. وإلى ضيفك ولمشاهدين. دعني أشير إلى مقالة هو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني. قال بأن إيران تحترم سيادة السيادة الوطنية لجميع دول الجوار. وبالتالي هي تحافظ على هذه السيادة ويتدعو إلى هذه السيادة ويتحترمها في نهاية المطاب. لكنه قال بأن إيران لا تستطيع أن تقف ساكتة أمام أي اعتداء يمكن أن يوجه لها. يهدد الأمن القومي والوطني الإيراني. ويهدد حياة المواطنين الإيرانيين. كان يشير في ذلك إلى الانفجار الذي حدث في مدينة كرمان. والذي تسبب بمقتل 95 شخص. وجرح أكثر من 100 شخص هذه المرة الأولى. التي تتعرض إلى إيران إلى مثل هذا الانفجار بهذا العدد الكبير من الضحايا. وبالتالي أشير أيضا إلى ما أصدرته وزارة الأمن الإيرانية. والتي قالت فيه بشيء. نعم. اسمح لي. هل لدى إيران أي دلائل واضحة على أن هذه الأماكن التي تم استهدافها. إن كانت في العراق تحديدا في قليم كردستان. أو حتى في سوريا. لها علاقة بما ادعت من أنه أماكن أو مراكز تجسس لإسرائيل. أو حتى لتنظيم داعش. الذي تقول أنه هو من تورط في أحداث كرمان. هذا ما كنت أتحدث عنه. وزارة الأمن الإيرانية أصدرت بيان وقالت بأنها ألقت القبض على 35 شخص في ستة محافظات إيرانية. قدموا الدعم للانتحاريين الذين دخل الحدود الإيرانية قبل أن يتوجه إلى مدينة كرمان. وفجر نفسهما. وبعد ذلك أعلن تنظيم داعش عن مسؤولية لهذا العمل التفجير والذي حدث في يوم الاحتفال بذكرة اختيال قاسم سليماني في مدينة كرمان. وبالقرب من مقبرة قاسم سليماني. وزارة الأمن الإيرانية أيضا قالت بأن هناك تحقيقات. وهذه التحقيقات كشفت عن مصادر التمويل من أين جاءوا هؤلاء. كيف دخلوا. وبالتالي هذا البيان هو أعطى تفاصيل. ويبدو لي بأن لا توجد هناك معلومات. لا ينشر معلومات عن هذه التفاصيل. هذه التحقيقات الإيرانية. لكن الآن عندما الحرس الثوري قال في بياناته بأنه استهدف المناطق التي تدربت فيها هذه الشخصيات التي فجرت نفسها في مدينة كرمان. وهم في جيش التابعين إلى داعش في محافظة أدلب السورية. قالوا بأن هؤلاء كانوا في جيش الخراساني. وهؤلاء تدربوا هناك. دخلوا الأراض الإيرانية. وبعد ذلك ذهبوا إلى كرمان. البيانات التي صدرت اليوم من الحرس الثوري الإيراني. هي ربطت بين اغتيال نعم. نعم. تقول البيانات التي صدرت من الحرس الثوري الإيراني. تقول بأن استهداف المقر في أربيل للتاجر الكردي. تقول بأن قبل خمس دقائق قائد القوات الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني. أمير حاجزادة. قال بأن المبنى الذي تم قصفه في أربيل هو مبنى مدني. لكن كان يستخدم هذا بالضبط. هذا المبنى مدني. لكن كان يستخدم لأعمال تجسس وأعمال استخباراتية تمثل أمن الوطني الإيراني. هذا هو الموقف الرسمي الإيراني الذي تحدث عن القصف الذي استهدف هذا البيت البيت في عاصمة تقليم كردستان العراق العربية. بالعودة لك سيد خوشناو من السليمانية. إلى أي حد تعول اليوم الحكومة في إقليم كردستان على حكومة بغداد الحكومة المركزية على أن تتخذ كما دعتها موقف أكثر صرامة. إذا قالت إنها انتهاكات إيرانية للسيادة العراقية وتحديدا في الشمال. على الحكومة العراقية أن تغطو خطوات وفق السياقات الدستورية وأن تمنع خرقة سيادة سواء كانت من إيران أو من تركيا أو من دعيدة أو لأخرى التي تتم فيها استهداف السيادة في العراق. السيادة لا يتجزأ. الأمن والاستقرار لا يتجزأ. أمن واستقرار الأربيل وسليمانية من أمن الاستقرار البصرة وبغداد. وأكدنا كثيرا خلال لقاتنا مع القيادات السياسية في بغداد وفي القيادات الرسمية والرأس من المؤسسة الدستورية بأن الأمن والاستقرار لا يتجزأ وسليمانية نعم نحتاج إلى صفحات جديدة نحتاج إلى عمل مشترك نحتاج إلى جهود دبلوماسية مباشرة مع الدول الجوار من أجل استقرار على الحجم لكن كانت على إيران الأولى أن تذهب إلى مخاطبة القيادة السياسية في الإقليم بأن هناك خط في عام معها إذا كان هناك خطرا في هذا المنزل أو أي منزل آخر أو هذا الموقع أو أي موقع آخر سواء كانت عن طريق بغداد أو مباشرة مع القيادة السياسية أو حتى مع المؤسسة الدستورية في الإقليم يجب أن يكون لديها حوار مباشر كما لديها اتصالات مباشرة في مجالات أخرى يفترض أن يكون لديها اتصال حول هذا الموضوع إن كان وإن صح بأن هناك موقعا يهدد السلم والأمن في إيران لكن وعن العكس دعني تتخذ مباشرة الخطوات نعم دعني أتوجه بهذا السؤال مباشرة لسيد صدقيان يعني بالفعل لماذا لم تقوم إيران بهذا التنسيق أو التشاور وحصل في قضايا أخرى عديدة سواء كانت مع الحكومة في بغداد خاصة أو في بعض الأحيان مع كردستان لماذا لم يتم التشاور قبل الإقدام على هذا الهجوم في أربيل سيد صدقيان حقيقة لا توجد معلومات بهذا الشأن هل أن إيران قامت بالتشاور مع الحكومة العراقية المركزية أم لا أنا حقيقة لم أعرف لم أسمع لم أقرأ في إيران العراقية في ذلك لا توجد معلومات بهذا الشأن نعم لكن المصادر الإيرانية غير الرسمية تحدثت عن أن الحكومة الإيرانية أو مسؤولين أمنيين إيرانيين تحدثوا مع إقليم كردستان العراق ومع أوصات أمنية كردية في أربيل تحدثوا معهم عن نتيجة التي ذكرتها وزارة الأمن أو توصلت إلىها وزارة الأمن الإيرانية بما يخص تمويل عناصر معادية لإيران ووضعت أمامهم هذا الشخص الذي استهدف بيته في محافظة أربيل في مدينة أربيل وضعوا هذه المعلومات أمامها المسؤولين الأمنين في إقليم كردستان العراق لكن هذه المعلومات الغير رسمية تقول بأن المسؤولين الأمنين في إقليم كردستان العراق نفو ذلك بشكل كامل لكن المعلومات الإيرانية تؤكد بهذه المعلومات من خلال التحقيقات التي أجرتها والتي توصلت إليها وبالتالي هذه المصادر الغير رسمية تقول بأن المسؤولين الأمنين في إقليم كردستان العراق لم يستجيبوا للمعلومات والتحقيقات ونتائج التحقيقات التي توصلت إليها إيران وتحديدا وزارة الأمن الإيرانية وبذلك تم استهدافها حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن هذه عمليات ردع لكن في ذات الوقت هو قال بأن إيران تحترم السيادة الوطنية للعراق ولا تريد الإضرار بهذه السيادة لكنها في ذات الوقت لا تريد أن يكون العراق مسرحا لشخصيات ترتبط بإسرائيل مرة ترتبط بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ومن هذا القبيل لكن في نهاية المطافة أنا أقول بشكل واضح بأن السيادة العراقية أيضا تستلزم أن لا تكون الأراضي العراقية مسرحا أو منطلقا لأي هجوم سواء كان على إيران أو على تركيا نحن نعلم بأن هناك عناصر من حزب العمال التركي موجود في الأراضي العراقية دخلت القوات التركية وموجودة هناك قاعدتين للجيش التركي في شمال العراق في قليم كردستان للعراق وبالتالي هناك مشاكل أنا أعتقد من مصلحة السيادة العراقية والمصلحة الوطنية العراقية لا تسمح سواء كان في قليم كردستان أو في جنوب العراق ووسط العراق والقانون العراقي هو يقول ذلك لا يكون منطلقا لاستهداف الأمن في دول الجوار واضح سيدة خشنا وكيف ترد على هذه النقطة تحديدا فيما يتعلق بأن العراق هو منطلق للاعتداء على دول الجوار في وجود جماعات معارضة ومنهضة بشكل أو بآخر إن كان في العراق عموما أو في كردستان شمال العراق طبعا لا أعتقد وفق معلوماتي المؤكدة بأن الجمهورية الإسلامية قاطبت قيادة سياسية في الأقليم لأن هناك لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل تبحث الملف الأمني مع إيران وهذه كانت لها زيارة إلى طهران ومن ثم زيارة إلى بغداد من قبل وقد الإيراني وهناك تباحثات جادة في الملف الأمني بين الطرفين وإذا كان هذا كلام صحيحا طبعا كان الشخص الذي سوشد يوم أمس كان عليه أن يأخط الحيطة والحذر ولا يكون في منزله إذا كان مهددا من قبل إيران لذلك الرواية غير صعبة ورواية غير طحيحة نوعا ما أنا أعتقد بأن لا خيار أمام الطرفين سوى استخدام الخيارات الدبلوماسية وأن يكون الخوار أولا وثانيا وأخيرا ولا يكون خيار العسكري مطروح كيف ترد سريعا نعم مطلق لإعتداء على دول جور نعم قضية أن الأقليم بسرحا أو منطلقا لاستهداف دول المنطقة على العكس القيادة الشياتية في الأقليم ترفض ذلك وتعتبر أمن الدول الموجودة في المنطقة من أمن الأقليم ومن أمن الأعراف ونحن كنا أكثر المتضررين من عدم الاستقرار على الحدود وكذا كان الأمر متعلق من الحزب العلماء الكورساني أو بالقوات القوات الإيرانية المعارضة كانت موضوع الحدود أبدين استعدادنا لإنهاء هذا الملف ربما هناك بعض الأمور هي خارج إرادة حكومة الأقليم باعتبار القوات سواء كانت الأمر الكورساني وقوات الأخرى هي خارج سلطة الحكومة في الأقليم وفي مناطق نائية موجودة على الشريط الحدود في مناطق الجبلية نائية طراحة لذلك من ناحية سياسية ومن ناحية الإرادة هناك إرادة سياسية في الأقليم تبدي استعدادها من السليمانية محمود خشنا وشكرا لك وشكر موصول لك أيضا من طهران الدكتور محمد صدقيان شكرا لكم